الحقيقة بلما اروح لأخبارنا عندي موضعين عايزة شارك كما تعودت السادة المشاهدين يعني بهم أول هو أول موضوع أو أول نقطة في الحوار النهاردة بيني وبين حضراتكم ألا وهو الحكام الأجانب في الألعاب الأخرى لو أنا يعني دايما بنلاقي مقولة بتتقال ودايما بنسمع من بعض يعني اللي يمكن الناس اللي ما عندهمش يعني دراية كبيرة بالأحداث يعني دايما يقولك إيه لا النادي الأهلي الحكام بالجمل ولا فيه مجاملة طبعا الكلام ده بنسمعه من وقت الآخر ولكن حرص النادي الأهلي دايما في العلعاب الأخرى بشكل كبير على استقدام حكام أجانب النهاردة لو الكلام ده صحيح طب النادي الأهلي ليه دايما هيكون موافق أو دايما بيكون مش معارض أبدا لاستقدام حكام أجانب أخرهم طبعا مباريات كرة السلة القادمة على الاتحاد السكندري والاتحاد السلة وافق على استقدام حكام أجانب عشان يديروا اللقاءات الخمسة ده لو رحنا الخمس لقاءات لعني يعني نعب بستوف 3 يعني ممكن 3 مباراة فقط طيب ليه النادي الاهلي نهاردة وافع على استقضام حكام أجانب والاتحاد السلة وافع على استقضام طاقم تحكيم أجنبي وتكلفته ما تبقى بالمناصفة ما بين الناديين سواء نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري طيب النهاردة لو الكلام ده صحيح زي ما بيقولوا طيب ليه النادي الاهلي مباراة اليد اللي فاتت كان نادي الاهلي حريص جدا ييجي حكام أجانب خاصة بعد المباراة التانية والأخطاء التحكمية الكبيرة والكثيرة اللي حصلت وكان بناء عليها روحنا المباراة التالية فإذا هذه المقولة في الألعاب الأخرى وأيضا كورة القدم مقولة ليست صحيحة دائما نادي الأهل لما بيبقى فيه مطروح على ورقة نقاش على الترابيزة استقدام حكام أجانب في أي لعبة وفي أي مرحلة من مرحلات التنافس نادي الأهل بيوافق فمعنى كده الحقيقة النادي الأهل مش عايز غير حقه النادي الأهل مش عايز غير تحكيم فير عشان النادي الأهل يقدر ياخد حقه كسبنا خسرنا دا حاجة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى ولكن النهاردة ما بقاش الحكم هو عبء أو الأداء التحكيم يعبء يوقفك عند حدك النهاردة أو يوقفك عن طموحاتك النهاردة النادي الأهل إذن هذه المقولة مش مظبوطة بالمرة النادي الأهل أبدا دايما بياخد بطولاته بعرقه بتعبه بتخطيطه باستعداداته وبيتقبل كل اللوايح اللي بتتحطم الاتحادات ومشيها على نفسه الأول عشان دايما النادي الأهل ملتزم باللوايح والقوانين طيب حاجة تانية نظام البلي اوف اللي انتشر بشكل كبير جدا في كل الألعاب البلي اوف الحقيقة بدأ في كرة السلة البلي اوف يعني ايه بلي اوف اللي هو الأدوار أو البستوف أو الأفضل بلي اوف يعني الأفضل يعني الأفضل في ألعب خمس مباراة مع المنافس والأفضل في الخمس مباراة هو اللي بيفوز بالبطول أكسب تلاتة من خمسة أفوز أو الأفضل في تلاتة اللي يفوز بربع مباريات يتأهل لازم يبقى رقم فردي 3-5-7 البلاي اوف من وجهة نظري المتوضعة يعني موضة وانتهت من وجهة نظري ضرارها أكبر منها في عهد الوقت لأن بدأت في السلة وبعد كده انتشرت راحة الكرة الطائرة ومنها لكرة اليد بيلعبوا بيستوف 3 الموضوع ده يا جماعة مش تقليد أنا لازم أشوف الأول يناسبني إيه كاتحاد لجنة المسابقات الهدف من المسابقة المحلية إيه هو إعداد المنتخب ولعبت المنتخب للأجوة العالمية ولا أنا غلطة هل المسابقات المحلية دي هي الهدف والطارجة الوحيد لا طبعا انت النهار ده بتعد لعبتك ومنتخباتك ولعبتك لمنتخباتك فالنهار ده البري اوف أولا لعدة أوجه يعني ضرر كبيرة جدا أول حاجة الفرق اللي بتخسر في بداية البري اوف الموسم انتهى بالنسبة لها يعني النهار ده الأهلي والاتحاد هلعبوا فينال طب أخبار الاتصالات إيه حد سمع عن الاتصالات حاجة من ثلاث شهور طب ده صح يعني النهار ده فرقة الموسم بتاعها انتهى من ثلاث شهور طب حد سمع عن طلاق الجيش حاجة في كورة السلة ثلاث شهور ملمس كورة السلة وعندك ثلاث شهور اوف سيزون عاست شهور في السنة عندك لعيبة ممكن منهم لعيبة تمثل منتخب مصر ما لعبوش أي منافسات في الوقت اللي ناديين بس الأهلي والاتحاد كملوا للنهاية طب ده هل يؤقل ده؟ هل ده صح؟ طيب تصفيات كؤوس العالم ليك في الألعاب الأخرى بتتلعب بالنظام الدورات المجمعة الويندوز فالنهار ده ما بلعبوش بلي اوف انت بتلعب ما بتلعبش من نفس الفريق انت بتلعب مع فرق متغيرة المستوى كل يوم ماتش فالنهار ده لازم ولابد لعودة مرة أخرى لدورات المجمعة النظام دلوقتي ما بقاش أنا بقلده بس أنا لو لي قرار خلينا اتكلم معكم بكل أمان أنا لو لي قرار في نظام المسابقات في مصر كلها على مستوى الأندية لازم يبقى عيني على مستوى الاتحادات لازم يبقى عيني على التصفيات كأس العالم أو حتى الأمم الأفريقية النهار ده بقت دورات مجمعة يا جماعة انت بتلعب كل يوم ماتش مدة أربعة أيام وبتاخد راحة مثلا يوم في النص وبتلعب ماتشات زي دي فالنهار ده وماتشات مختلفة ما تلعبش نفس الفريق طب إيه لازم تبليقوف دلوقتي بليقوف لازم يختفي أنا مجد نظري لازم يختفي من ملعبنا ولازم يختفي تماما من المسابقات لأنه هو بيحكم على باقي الفرق براحة إجبارية في البيوت بدون أي استفادة لأنا عايز المسابقة تبقى على أشدها لآخر مباراة وأكبر عدد من الفرق بتشارك النهار ده بليقوفي ناس بأمريكا خمسين ولاية بتلعب خمسين ولاية بتلعب إنما النهار ده أنت عندك كل يعني الباسكت أكتر لعبة بيقى فيهم نفسهم أربع خمس فرق لما أخد ثلاث فرق أععدهم في البيت بدري تبالي استفادت إيه فأتمنى اللجان المسابقات تسمع كلامي وأتمنى يبقى فيه نظرة من السنة الجاية وهحترم جدا أي اتحاد بأمانة يسمع الكلام ده ورجع نفسه لازم نرجع الثاني دورات المجمعة اللي بتتلعب ثلاث أربع دورات مجمعة بيشارك فيها خمس فرق يطلع منها البطل وكان بيبقى فيها تخبيط وضرب وكل الفرق عندها عمل لآخر لحظة وهو ده اللي في الآخر بيعود على المنتخبات بالفايد إن أنا دايما عيني على المسابقة الدولية هعدي لعبة إزاي عشان روح برة بيبقاش عندي مشكلة